في بعض الأحيان يا جماعة يكون عندنا نص ونريد أن نقرأه صوتياً والكمبيوتر يكون بكتابة ما قرأناه صوتياً ويحوله إلى نص مكتوب وأحياناً أخرى يكون لدينا النص المكتوب على ورق ونريد تحويله إلى نص صوتي على هيئة ملف صوت فهل يمكن عمل ذلك؟ والإجابة هنا وبكل بساطة نعم وحرفياً وبنسبة 100% بإذن الله تعالى وده إن شاء الله إلا هوضحه في فيديو اليوم من الألف للياء ولكن أولاً يا جماعة خلينا أقول لكم أهلاً بكم في قناة إنفولجي التعليمية أنا محمد حامد تابعوني طيب يا جماعة قبل ما أبدأ في تفاصيل الفيديو الخاص باليوم أتمنى من حضراتكم دعم هذه القناة الطيبة التي تقدم كل ما هو نافع وكل ما هو مفيد والدعم هنا يا جماعة هو أن تنشروا الفيديوهات الخاصة بهذه القناة للأصدقاء والأحباب وأيضاً أن تقوموا بالاشتراك في هذه القناة حتى نستمر في تقديم هذا المحتوى الهادف النافع لكل ربوع الوطن العربي ونكمل على بركة الله وهو الخطوة نبدأ نعملها مع بعض يا جماعة إن شاء الله عشان نوصل للمواقع الكنوزة المستخدمة في هذا الفيديو واللي من خلالهم إن شاء الله هنقدر نحول النص الصوتي إلى نص مكتوب أو العكس تماماً وهو تحويل النص المكتوب إلى نص صوت أو إلى ملف صوت إن احنا هنبدأ نفتح المتصفح اللي موجود عندنا على جهاز الكمبيوتر وخليني دلوقتي يا جماعة أبدأ مع حضرتكم بالجزء الأول في هذا الفيديو وهو تحويل النص الصوتي إلى نص مكتوب أي أن حضرتك سوف تتكلم والكمبيوتر سوف يكون بتحويل هذا الكلام إلى نص مكتوب بكل بساطة بالمناسبة أيضاً أيضاً مع المواقع اللي أنا هستخدمها إن شاء الله في الفيديو ده تستعمل الذكاء الإصطناعي أي أن نسبة الدقة سوف تفوق 99% بإذن الله تعالى لأن ببساطة شديدة يا جماعة هذا حقكم الكامل أن تحصلوا على معلومة موثوقة ومن مصدر موثوق وأنا أوعدكم بذلك وحضرتكم أيضاً سوف توعدوني بالاشتراك في هذه القناة الموقع الأول إن شاء الله اللي هيحول لي النص الصوتي إلى كلام مكتوب وهو موقع dictation.io كما ترون الآن بعد كده هضغط على مفتاح إنتر من الكيبورد وبعد كده يا جماعة هاخد الهايبر لينك الأول وبالمناسبة يا جماعة الرابط المباشرة للمواقع دي هترك لحضرتكم في صندوق الوصف إن شاء الله من الصفحة دي يا جماعة بكل بساطة بننكر على كلمة من هنا فبيفتح لي بقى الصفحة الإفتراضية اللي حضرتكم شايفينها دي ومن هنا بكل بساطة بتيجي فيه اتجاه اليمين تبدأ تختار اللغة اللي انت هتتكلم بها انت هتتكلم بالعربي ولا بالإنجليز ولا بالأسبان ولا بأي لغة أنا هنا يا جماعة هنتكلم بيه لغتنا الأم واللي طبعاً هي شرف ولنا جميعاً وهي اللغة العربية لما بتختار اللغة اللي حضرتك هتتكلم بها من هنا هبدأ أضغط على كلمة start من هنا ولما تخلص الكلام هتبدأ تنكر على كلمة stop اللي هتيجي مكان كلمة start فنضغط ونشوف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سوف نقوم بتحويل النص الصوتي إلى نص مكتوب ثم بعد ذلك سوف نقوم بنسخ هذا النص ولسقه في برنامج الورد أو في أي ملف آخر سوف نستطيع العمل عليه بكل بساطة وسهولة ويسر وزي ما حضرتكم شايفين كده يا جماعة شيء احترافي شيء خرافي جداً يعني من هنا نبدأ نقول بقى وداعاً لحة المفاتيح وداعاً لتعب الكتابة على لحة المفاتيح لأن بكل بساطة يا جماعة لو عند حضرتك بقى 10 صفحات أو 20 صفحة ممكن تبدأ تقرأ هذه الصفحات والكمبيوتر يقوم بالكتابة وبعد ما تنتهي من الكراءة والكمبيوتر يكتب لك بدي تنكر فقط على كلمة copy من هنا بعد كده بتروح على ملف الورد بتاعك right click وبعدين لصق وبكده تكون يعني حولت أي كلام إلى نص مكتوب كما تراونا الآن ومن هنا يا جماعة انسوا لوحة المفاتيح وانسوا التعب على لوحة المفاتيح بإذن الله تعالى ودا كان الموقع الأول ممتز جداً الموقع التاني بقى ان شاء الله اللي هبدأ استعمله بإذن الله تعالى في بقى تحويل النص المكتوب إلى ملف صوت بالنسبة احترافية تقارب 100% والموقع ده جماعة يكون مفاجئة لكل الناس والموقع ده اسمه جماعة TTS وبعدين MB3 كما تراونا الآن تمام؟ بس ما تنسوش حاجة انكم تكتبوا بعد كلمة MB3 كتبوا كلمة .NET كما تراونا الآن طيب ليه يا مستر محمد يحمد كلمة .NET؟ ابدأ اضغط على مفتاح ملوحة المفاتيح وخليني دلوقتي اعرف حضرتك ليه ان هنا كتبت كلمة .NET ممتز جداً شوفوا معايا لان الموقع ده انا عندي منه اتنين واحد اسمه TTS MP3 .NET كما تراونا الآن والتاني ايضاً TTS MP3 ولكن .COM طيب اللي اتنين زي بعض نعم اللي اتنين زي بعض والاتنين بيقدوا نفس الوظيفة تقريباً ولكن الفرق الوحيد بين الاول وبين التاني اللي هو بين .NET وبين .COM ان الموقع الاول ده جماعة اللي هو .NET بيعطيك امكانية قراءة النص المكتوب بصوت رجل او امرأة تمام؟ اما الموقع التاني اللي هو TTS MP3 .COM بيعطيك فقط امكانية قراءة النص بتاعك بصوت انثى او بصوت امرأة تمام؟ فهمتوا الفرق يا جماعة؟ طيب انا بفضل طبعا الاول اللي هو TTS MP3 اللي هو .NET هنقر عليه لما بنقر عليه جماعة بيبدأ يفتح معايا الموقع اللي حضراتكو شايفينه ده بكل بساطة بتيجي من هنا بقى تبدأ تختار طبعا احنا دلوقتي بنحول النص المكتوب الى صوت النص اللي انت هتحطه هنا هيكون يعني لغته ايه؟ ابدأ بقى اختار اللغة من هنا احنا طبعا هنحط نص باللغة العربية ومن هنا بقى ودي الميزة اللي قلت لحضراتكم عليها ان الموقع بيعطيك امكانيتي اما فيه ميل او ميل يعني رجل وامرأة يقوموا بقراءة النص اللي اهم من كده ان الموقع ده يا جماعة بيعطيك Limit 3000 character per audio generation يعني يا جماعة 3000 حرف لكل ملف صوتي وطبعا الملفات الصوتية سوف يتم حسفها بعد التحميل مباشرة طيب دلوقتي خليني يعني افتح مع حضراتكم وامام حضراتكم ايضا اي موقع الان اي موقع حتى لا يقال اني اقوم بتجهيز النص قبل يعني تجهيز الفيديو خلينا نكتم مثلا فضل الصلاة كما تراونا الان وبعدان enter من لوحة المفاتيح وابدأ اختار مثلا اي لينك من اللينكات ديت وابدأ اخد نسخ ولاصك كده لاي نص امام حضراتكم كده اي نصر خلينا مثلا ناخد النص ده مثلا تمام كده اهواتي من هنا كده يا جماعة بعدين كلمة copy ارجع للموقع بتاعي وبعدين كلمة paste ونبدأ بقى بكل بساطة ننزل لتحت شوية ونضغط على كلمة convert mp3 من هنا لما بضغط عليها بكل بساطة بيتم تحمل الملف طلقايا كما تراونا الان اضغط على كلمة open وشوف معايا يعني الكراءة الاحترافية بدون خطأ تقريبا شوفوا معايا صلاح الصلاة يؤدي الى صلاح سائر الاعمال وبفسادها تفسد الاعمال وهي اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة فان صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر كما تراونا الان يا جماعة بكل بساطة وحضرتك بقى تقدر ان انت يعني ايه تجرب اي نص تاني وتالت ورابع وهكذا ولكن عندي هنا ملحوظة مهمة جدا يا جماعة يفضل يفضل هذا ليس شرط ولكن يفضل ان النص اللي حضرتك هتبدأ يعني تخلي الموقع ده يقرأه الى ملف صوت ان هو يكون مشكل يعني عليه تشكيل اللغة العربية لو مش عارف كيف بتشكل النصوص بتروح على جوجل بكل بساطة وتكتب مثلا تشكيل النصوص العربية كده تشكيل النصوص العربية في اكتر من موقع بيقد نفس الوظيفة بكل بساطة ابدأ اخد مثلا المشكل ده وابدأ بقى احط النص بتاعك اللي انت حابب ايه اللي انت حابب يعني تعمله تشكيل كما ترون الان وابدأ اضغط على كلمة تشكيل فبيجيلي يا جماعة النص مشكل تماما وان شاء الله الموقع ده ايضا سوف اتركوا لحضراتكم في صندوق وصف هذا الفيديو باذن الله تعالى بتاخد ايضا النص كده وابعد كده تروح على الموقع بتاعك ويتحدد النص القديم وتحط النص الجديد يا جماعة ده يفضل وليس شرط اضغط على كلمة كما ترون الان بيتم تحمل الملف تطلقائيا من هنا تقدر تحفظ الملف بها وتحط عندك على سطح المكتب بكل بساطة خلينا نضغط على كلمة مباشرة شوف معي وهكذا يا جماعة تمام وبكده يا جماعة كون وصلت لي نهاية الفيديو الخاص باليوم اتمنى من حضراتكم دعم هذه القناة الطيبة اشكركم كل الشكر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته